النصحة اللي هي تسيبك خالص والبس اللي انت عايزاها وستيلك يجنن شكلك فضيع شخصيتك تحفة ما نيجي اول حاجة شخصيتك المريضة دي احنا لازم لغيرها ولبسك المفاتح ده كله هيترمي ده بيقوله بعد الجواز صح انا ما اسميه النصاب العطفي لان هو ضحك عليها باسم العطفة طب انا اقولت له بقى انا ما تقوله تقوله طب ليه كده مثلا ليه تقول كده قالك ما تبا كنت شاك تتجاوزيني طيب عشان كده اقوله نصح واحد صرف فالنا تولعب من الاول لا ده مش نصح ده نصاب نصاب ضحك عليها النصاب العطفي ضحك عليها وخليها النهاية ترتبط بيه وبعد كده اكتشف النهاية مرتبطة بواحد مش هو اللي عرفته في الاول فعشان كده انا بقول اظهروا ما سواك يا جماعة اظهروا عيوبك وازهروا كل حاجة خلينا على نوعه طب ماشي ما احنا اظهرناها والطرف التاني قبل بيها بعد كده قالك لا ما هو احنا برضو كبرنا وقالنا وفي حاجة لازم تتغير ايه بل بيها ده الكلام ده بعد الجواز ولا احنا لا بعد الجواز بقى هو في حد بيظهر قبل الجواز ايوه احنا بيظهر قبل الجواز احنا بنقول من ضمن السماء الحاجات السوابت اللي انا عملها قبل الجواز ما تترجملش للطرف الاخر ما تبينلوش احسن هو مش متجمل او امرأت اه هو امرأت طيب اه هو عاد مستنيني كملي حلو جدا حلو جدا اول حاجة انسى اه بعد كده هفاجك بشخصية جديدة هقلع الوش والبس قناع جديد انت مكنتش شايفة بك ده من اول يوم بتبقى مفاجآت ايوه